أرجوكم 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 عشان تبقوا ماهرين بهذه المهارة وهو الحوار الزواجي حول النقاط الخلاف ما تشعبوش الخلاف ما توسعوش الخلاف ما تعددوش نقاط الخلاف خليكم تتكلموا على الأمور ويا صغيرة بس تتكلموا عنها ما توسعوهاش قوي وما تكبروهاش جدا جدا لأن من أمور اللي بتكبر خلافه وتخلي الوصول لحلول صعب جدا جدا إنك تنتقل من نقطة النقطة وإن اللي حصل وتسترجع مواقف سابقة وخلافات قديمة وتشبك دب ده فتفضل مسألة التسعة 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 لغاية ما نحس إن الحياة اتدمرت ويفضل كل واحد يقولي التاني فاكر لما زعقتلي مبارح عشان كذا وفاكرة لما عملت الحاجة الفلانية السنة اللي فاتت وإن أنت عصيتي أمر للأسبوع اللي فات فيبتدخ خلاف يتشعب ويدخل فيه معاني كتيرة جدا جدا ما كناش مبتدين بيها ويكبر ونسيب أصل المشكلة ونمسك في الفروع إيه اللي حصل ونقف لبعض على واحد وإثناء الخلاف يتمسك كل واحد منا بكلمة اتقلت في وقت عصبية فتفسد الحياة اللي بيننا يعني أنت قصدك إن أنا ما بفهمش يعني أنت قصدك إن أنا ما عنديش أخلاق فلازم نتعامل بنطج وحكمة ونركز على النقطة الرئيسية اللي بنتفاوض أو بنتكلم عنه وإننا نتذكر لما جئ سيدنا أبو بكر باستأنزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع السيدة عائشة ويرفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رمان وتناولها أخذها كده شدها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحل النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينه قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه اللي حاصل بي رضيها حضرة النبي ألا ترين أنني قد حلت بينك وبينه سيدنا إيه اللي حصل قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه في وجده يضاحكها فقال فأذن له صلى الله عليه وسلم فدخل فقال سيدنا أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلامكم وكما أشركتماني في حربكم يعني بيقول له يعني خليني أشترك معكم في فرحكم زي ما أشتركتم في إيه في حزنكم إيه شاهد من كده أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة ما شعبش الأمور بيعلمنا أن إحنا ما نشعبش الأمور بيعلمنا أن إحنا نركز على الموضوع بيعلمنا أن إحنا من عدس نتكلم على نقاط كتيرة جدا 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 هيا فكرة كان ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقطة الخلافية دي يربط ده بأن السيدة عائشة ممكن تنام حتى تأتي الداجن فتأكل طعامها ناس عادت نامي ما عملش كده لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني هذا الأدب أدب في الحوار الزواجي حول نقاط الخلاف نلتزم بنقطة الخلاف ولا نتشعب فيها الحاجة الخامسة المهمة جدا في المهارة دي أن إحنا نلتزم بإقدار زمان للحوار بلاش أن الحوار حول النقاط الخلاف يبقى فيه ست ساعات مش لازم لأ هي المسألة النقاش في أي نقطة في الدنيا ما يتعدى الساعة ما يتمعظم عشر دقايق في حول أي نقطة أي زي سيدي ده إحنا عايزين نجيب من الشرق من الغرب مش ما أقول نقف نقعد في كل نقطة ما لا يحصل من الوقت في إيه اللي يحصل؟ فيتحول كل حوار بيننا أن هم تقيل على قلوبنا لأن بعض الأمور بتحتاج للحوار أكثر من مرة بس ما ينفعش الحياة اللي بتتحول بتحتاج إلى حوار أكثر من مرة نخلصها مرة واحدة لأ لازم إيه اللي يحصل؟ نهدى لأن في بعض الأحيين في نقطة محتاجين نستشير فيها طرف تاني مستشير فيها خبير فلو ساهم شريك من الشريكين أن احنا مش هنقوم من القعدة إلا بحل واضح يطلع الحل بالنتيجة عكسية جدا جدا لأن الطاقة مش مكفية ولأن كمان المعرفة مش مكفية مين قال إن احنا عارفين كل حاجة يبقى في ناس ما لاش خلق على المناقشات الطويلة فلو لقاك مصمم لو لقاها مصممة أنه ما تقومش إلا لما توصل للنتيجة هيشعر أنه أسير عندها وأنه هو محبوس وأن في حد بيخنقه وأنه بيحاول يخليه يزهق ويحاول يطلع منه أسوأ ما فيه فبينفعل وبيكون في حالة عصبية شديدة جدا جدا بعض الناس بقى بتيجي بتجنى بقى في الاستشارات ويشتكوا أن زوجاتهم بيقولوا ده بيقولوا لهم مش هتقوموا غلا ما نخلص ويعودوا بقى فترات طويلة في النقاش ده لساعات طويلة جدا جدا وإلا حاصل يبقى إحنا لازم نقدر مسألة أن ما نخنقش بعض وما نوصلش لهذه الوقت وما تطلش لساعات النقاش لأن النقاش ده يخلي الخلاف أمر كريه أمر تقيل عن النفس فلازم نتفق قبل ما نتناقش أنه نقطة الخلاف دي بيننا مش هيتعدى نص ساعة وساعة ما تتعظم ما تتمعظم أو تكون نقطة مليئة بالتفاصيل ومليئة بالحاجات ومليئة بقى ما نتناقش أي جلسة النقاش ما تزدش أبدا 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 عن ساعة شوف أنا بحذر كم قد إيه لأن لو زادت عن ساعة تبقى تتحول إلى هم تقيل ده إحنا في التدريب اللي الناس بيبعندهم شغف بنقول لازم التدريب نفسه بعد ساعة ونص عشان الناس تقدر تستوعب لكن قاعدين بقى والنفوس ضيقة نقعد أكتر من ساعة حاجة لا تطاق النقطة الستة بقى وهي دي شيء مهم جدا جدا جدا